الرئيس ببون يدعو أولى معالم الحكومة الجديدة وأسماء تقيلة وأخيرا ورسميا أول وزراء الباقيين وأين سينقل هرباوي فمن سيختارون معه القائمة كاملة وأكثر اسم ورشح بداية ومع خرجة الرئيس ببون الأخيرة ووضعه أولى معالم الحكومة الجديدة وأسمائها خاصة مع تأكيد الأخبار الأخيرة التي كانت أكدت حتى تصريحاته أنه سيبقي عددا من الوزراء في الحكومة لصعوبة تغييرهم وإيجاد بديل لهم وهم الذين يقدمون معالهم كاملا قبل الكشف عنها أولها مع المفاجأة مع الوزر الأول ندير العرباوي الذي حسب تسلم مراقبين سينقلوا إلى منصب جديد بعيدا كليا عن الحكومة الحالية وينصدر العودة للأمم المساعدة من أجل مباشرة مهامه وليكون دراع الأيمن لمندوب الجزائر عمار بن جمع في مجلسلام بما أن للعرباوي خبرة كبيرة هناك وكل مسؤول من الآن سيوجه لما يفقه فيه بدقة لضمن تحقيق جميع أهدف الجزار كذلك وقبل القائمة التي تم الكشف عنها خاصة بعد تلمح الرئيس بولون أولا مع الوزراء الباقين والذين كنا ذكرنا أغلبهم مؤخرا خاصة بعد كشف مراقبين أن الرئيس بولون لن يفرض في أهم الوزراء وهذا الأمر أكده بنفسه الآن بقوله أنه سيحتفظ ببعض الأسماء والتغيير لن يكون من أجل تغيير فقط بل أهدف ودقيق وأول لباقين هو أسى الدبلوماسية كما ذكرنا مؤخرا وزير الخارجية أحمد هطاف الذي منذ تعينه سبقا قدم إضافاء استثنائية للحكومة وخدم صورة أهداف الجزائر ورغم كبرتينها إلا أنه أكثر وزير ناشيط ولا يهدأ إطلاقا كل يوم في دولة ويجري اجتماعات هامة ويخدم كل قضايا التي تولي لها الجزائر أولوية وأهمية بالخصوص الأحدث في القطاع وغيرها شالبا إنجازات هامة وكان سندا قويا لعمار من جمع في الأمم المتحدة كما أنه ردع نظام المغرب وأحبط مخاططاتهم والشخصية الثانية الأهم والتي ستصل له في الحكومة هو وزير طقم محمد عرقاب الذي يعول عليه كثيرا والرئيس بون مصمم على الاحتفاظ به حسب مراقبين نظرا لكونه من أكبر الكفاس وحقق أغلب الأهداف التي وعد وسطرها مع الرئيس بون بالخصوص القفص بشركة سونتراك للمحروقات لنقطة وموقع هام إفريقيا ودوليا وهو يبدو المقصود ما أعطى في قول الرئيس بون أنه يصعب إيجاد بذلاء لهم لهذا سيحتفظ بهما وهناك آخرين وزراء الميدان والكفاهات قليل من سيدلون على الأكثر آخرين هم ستة أما الباقين كلهم سيغادرون الحكومة دون رجوع وعلى رأسهم وزير صناعة المغضوب عليه شعبيا ووزير التجارة والتعليم والصحة والرياضة ووزير التضامن والسياحة وغيرهم الكثير من الوزراء النائمين الذين لم يحققوا أي إنجاز ولم يسمع لهم أي تأثير فغضب شعب كبير عليهم جراء ندر كبيرة في المواد وفشلهم في التعامل مع ارتفاع الأسعار ولا تحسين البنية التحتية في عدة ولايات أما الأسماء الكثيرة المقترحة في قائمة موساة وهم كثيرون بعضهم يشغلون مناصب حالية في مختلف المجالات سيتم ترقيتهم ونقلهم نحو الحكومة لقيادة قطاعات عدة بجانب شخصيات مسؤولين سابقين وكفاءات وإطارات معروفين من الخبراء والدكاترة ورجال ميدان كفاءة في مجالهم سواء الطب والتجارة والاقتصاد والسياحة والرياضة وغيرهم وهذه بعض الوجوه التي باتت أكثر ترشيحا من غيرها إلى حد الآن ينتظر اختيار كفاءات وبدقة عالية لأن هذه العهدة الحالية هي الأخيرة للرئيس بون ويجب أن تكون الأسماء دقيقة لتحقيق الاستقرار وتجنب كثرة التغييرات التي تشتت أهداف الحكومة المسطرة ينتظر أن تستمر الأسماء الجديدة من الوزراء إلى غاية انتهاء عهدة الرئيس بون كاملة وتحقيق أهدافه ما سر عودة اسم الجنرال السابق محمد قايدي بقوة وهل يعود قريبا وحقيقة ما تدوله نظام المغربي وتشويش متعمد خوفا من أرجاعه للوجهة فما سبب تكار الحكومة الجديدة أيضا بداية عاد بقوة للوجهة مرة أخرى للتداول بوسائل التواصل الاجتماعي اسم الجنرال السابق محمد قايدي الذي يعتبره كثير من كفاءات الجزائر ومن خيرت ما أنجبت الجزائر وفي أكثر من مرة يعاد طرح اسمه منذ أن كان استقال وأبعد من منصبه خاصة انتقرار نكره سواء توقع منحه مثلا منصبا جديد خاصة مع التغيير الكبير الذي طرأ في رأس المخابرات الجزائرية بتعيين قائد جديد وإقالة الجنرال جبار مهنو وحتى مع استقالة حكومة الوزر الأول ندار العربوي التي تنبئ كل هذه التغييرات حسب مراقبين ربما عودة قاربة لقايدي الذي له شعبية جارفة بعضهم عبروا صراحة عن رغبتهم شديدة في إحالته للوجهة مرة أخرى من باب أن يعود مثلا في منصب رفيع بالخصوص في الأجهزة الأمنية ولو أن البعض بالغ عندما طلبوا عودته عند تعيين الحكومة الجديدة وهذا أمر مستبعد لكن تظل مطالب وتأويلات جزائرية برياء إلا تلك التأويلات من طرف النظام المغربي وأشباه المعارضين الذين دائما ما يلفقون ويكذبون لمحاولة تشويش على الجزار وحتى تشويش لنشر فتنهم وتنفيذ مخططاتهم كما فعل بالضبط المخزن المغربي وعملائه من المعارضين يعيدون محاولة تشويهه في كل مرة ويحسون بقرب عودته أو بالخصوص عند حدود تغييرات هما يقوم بها رئيس عبد المجيد زنفون أما عملاء المخزن الذين رغم غيبه عن المشهد لا يزالوا يؤلمهم كالعادة كثيرا هل يتم نقل بعلام بعلام إلى رئاسة الحكم الجديدة وإعلان وزراء الجدد ومفاجأة غير متوقعة بعد العربوي وهكذا أصبح الدراع الأيمن للرئيس بداية يبدو أن معالم الوزار الأول جديد ستحسن قريبا جدا لكشف الاسم الذي يختاره رئيس الجمهورية عبد المجيد زنفون خلفا للعربوي مع تقديم العربوي الاستقالة المفاجئة كما هو مالهم والمؤجلة إلى غاية إكمال بعض المهام واختيار الحكم الجديدة كاملة فبعد طرح العديد من الأسماء كشف الآن مراقبون عن مفاجأة مدوية لإسم يلقى الإجمع بل الأهم تقتر رئيس بون فيه أكثر من كل الأسماء المطروحة لهذا هو اسمه رشح لخلافة الوزار الأول ندير العربوي حيث كشفوا أن المدير العام لديوان رئاس الجمهورية والملقب الدراع الرئيس بون الأيمن والعقل المدبر بوعلام بوعلام خاصة وأن الرئيس بون يعول عليه كثير ومقرب جدا منه وأشار إلى أنه الأقرب لخلافة ندير العربوي كما أن العربوي نفسه كان يشغل نفس منصب بوعلام بوعلام في الرئاسة قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بون بنقله لرئاس الحكومة فقد كان تم الكشف أن بوعلام بوعلام الذي برز اسمه بقوة وبات من رمو السلطة ومن أقوى المسؤولين فهو يرقب بانتباه شديد المحاكمة الجارية لكبار المسؤولين السابق المتهمين بالفساد والتي يكتب عنها تقرار وملاحظات لتقديمها للرئيس وهو يمكن أن يلقى الإجماع إن تم فعلا نقله لمنصب الوزار الأول وأوضحت جونافريك أن بوعلام بوعلام المستشار السابق لدى المحكمة العليا يحتفظ بدوره كمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية والقضايا والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات الأمر الذي يجعل منه الاستراتيجي الرئيسي لرئيس الدولة عبد المجيد البون مع مسؤوليات واسعة تتعلق بالقضايا الحساسة من مهامه الجديدة مراقبة نشاط السلطة التنفيذية والتحليل ووضع الملاحظات حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع توفير لعنصر لازمة لاتخال القرار ومراقبة حالة الرأي العام بشأن القرارات الكبرى وغيرها الكثير من المهام الحساسة والحسيمة المصيرية فيكفي القول أنه في العديد من المواضيع دات الأولوي الهامة والعالية سيكون الواجهة الوحيدة لرئيس الجمهورية لهذا يتم وصفه بدرع الأيمن لرئيس الجمهورية عبد المجيد البون وأكثر شخص يتق فيه حاليا وأكثر مقرم منه ويساهم في القرارات لهذا حسبهم هو الأقرب وتعينه لو تم ترسيمه لن يكون مفاجئا نظارا لمؤشرات الكثير لذلك فما رأيكم أنتم هل تظن أنه يستحق المنصيب أم أن هناك من هو أجدر منه هل يتم نقل بعلام بعلام إلى رئاسة الحكم الجديدة؟